السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نشوف اهم العوامل اللي ممكن خلالها نعرف ان المدينة دي زكية ولا مدينة مش زكية. لان ممكن نجيب لك اي مدينة وحطي لك فيها كم سنسور كم حساس يقدر يقول لي معض المعلومات. وقول لك دي مدينة زكية. فهل كان دي صحيح ولا? طيب العوامل دي ايه? العوامل دي الكلام ده من وجهة نظر انا بس يعني ده بش ممكن تلاقي في قوة تانية في اختلافات. اا الاقتصاد يعني ما فهش اقول مدينة زكية وما فيش اقتصاد وما فيش حاجة موجودة وابطال ان كل حاجة تشراي من بره. اا لازم يكون في فرص عمل. يعني الناس هتشغل فين يعني. هي بس ايسكم في المدينة دي وشغال في مدن تانية. الناس اللي موجودة. الطريقة الحكم. هل في شفية? هل في تبادل القراءة? لا لا. البيئة نفسها. البيانات. المواصلات والتنقل والمعيشة. نجي نتكلم مثلا على الاقتصاد. يبقى فيه جزء بيتصرف من الانفاق المحلي على البحث والتطوير. ان احنا عايزين نحسن حياة الناس. فدي الجزء اساسي. يعني اللي يفرق دولة ومتقدمة درجة وتقدمة. الفلوس بتاعها بصرف ايه? فممكن تلاقي جزء كبير جدا بيتصرف على الفلوس ساعة الامن. هو عايز ان هو يحمي نفسه فيصرف اغلب الفلوس على الامن. على التلفزيون. عايز يثبت الناس كلها تحبه. يعني ما بقاش اسمها وزارة الثقافة او وزارة الاعلام. لا وزارة دعية. تدعي القائد الملهم. طيب طلبات برات الاختراع والتسجيل لكل ساكن. انت عندك الف واحد مثلا. السكان مدينة صغيرة فيها الف مثلا. فيه كم برات اختراع الواحد لكل الف مثلا. ما دي بتفرق بقى. يعني فيه موضل متقدمة يقول لك الله احنا النسبة مثلا كبيرة. فيه دول تانية برات الاختراع مفيش اهتمام. المعيشة بتاعت الناس مخليهم كله تفكيره ازاي يجيب الفلوس اللي هدفع بها الاجار. ازاي يجيب الفلوس اللي انا اشتري بها الحاجة اللي انا عايزها. آآ لسه متخرجوا في عفوان شبابه في الاشفونات والتليهنات. لكن او عايز يتجاوز فعمال يعني يضيع حياته على اللي هو يحوش مثلا فلوس للجواز. ويعني المفروض بقى في الدول التانية بيكون ميسر الموضوع شوية يكون الموضوع اسهل. ما يعودش عشرين سنة عشان يعرف يتجاوز. لا بيبقى الموضوع فيه تيسيرات. وبرضو دي عالية الناس. يكون فيه سيسات وبرامج وخطط لتعزيز الابداع والتكار. اي حد عنده فكرة. نحتضنه ونبدأ ان احنا ندعمه ولا نطلع عنيه ونقريفه في حياته. المركز تنفس المدينة من حيث المركز العلمية والهندسية. عشان كده نقدر نور عليها مدينة زكية او مدينة مزكية. فديه من ضمن الحاجات. مش مجرد بس ايه. مدينة زكية ده احنا اجبنا ممثلين ومغنيين وحديات زكية. فيه اقتصاد معرفة يعني. كان زمان اقتصاد قايم على البترول او الدهب او 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 او. دلوقتي بقى الاقتصاد قايم على المعرفة. عندك تبني للزكاة للصناعة ولا? عندك تبني للتكنولوجيا ولا? فيه تعامل بين الصناعة واللقاصات الاكاديمية ولا لا? ولا اللي بدرس في الجامعة مختلفة عن الصناعة عيزائي. مختلفة عن الحكومة عيزائي. يعني مفروض تيجي كده. تقولوا والله احنا عندنا اكتفاء من الدكاترة او من المهندسين او. ده بفرض انه حصل يعني. عندك الناس كتيرة في المجال ده بش لقين شغل. خلاص يبقى الجامعات بدل ما بتطلع عشرين الف هتطلع الفين. مش هتطلع حد. وهكزة. فبتبدأ ان انت توازن بحس ايه? ما تخرجش ناس وخلاص. انت بتخرج الناس اللي ده اللي محتاجانهم. اللي مش هتتخرج ده. نقوله والله في جامعات تانية احنا محتاجينها. مفتوح بابوابها للناس. روح هناك. معدل استراد وتصدير بالصناعات والاقتصاد. يعني انت ممكن اصلا تخلي الناس اللي عندك تعمل برامج وتلاقي ماليرات دخلا لك وخلاص. دخلا دخلا دخلا. والمواد الخام بتاعتك ما بتخلاص. مع فاش حد يلو اخو منك مواد خام. انت مشكلتك ان انت معتمل على ان انت بصدق مواد خام. فيهم الان ما تخلص. حسة الاستمار العام والخاص في الصناعات الزكية. الناس كتبس اصنع في في الاسمارت ولا لا. الاقتصاد الاخضر. ولا احنا مرتبطين على الاقتصاد العادي اللي هو ممكن يكون فيه تأثير على البيئة. لازم نستطلبنا فكرة في كارل استدامة. حسة الاعمال التجارية الالكترونية ومعاملات التجارة الالكترونية. مساهمة اقتصاد المعرفة ومعرفة المعلومات. ريادة الاعمال. عد الاعمال وشركات الجهازات سنويا. هل بيزيد ولا بتقفل? عدد الشركات النشئة. فلو انت عندك امكانية ان انت تتبنى الشركات الجديدة دي تكون الحق كويسة. حاضنها للشركات الجديدة. معدل العمالة الذاتية. هل انت بتجيب ناس من بره ولا الناس اللي عندك كفين للعمل? سياسة برامج وخطط تعزيز ريادة العمل. هل عندك سياسة كده ولا? التمويل عندك استقرار مالي ولا لا? عندك المال الكيمة السوقية لامتالكات التجارية والصناعية. مراعاة من الطلبات واحتاج لك السوق في تخطيط المدينة. انت ممكن تعمل حاجة وتلاقي مسلا ايه? الحاجات التجارية كلها في مكان واحد او الناس بتاعوا تلك المصاد كل يوم وهكذا. التمويل للمشاريع المدنة الذكية. ممكن تمويل العام او خاص او تعهد جماعي من الناس السكان. الدراجة المحصلة كنسبة مقوية في دراجة الفاتورة. القدرة التنافسية العالمية ان انت تجيب شركات تستسمر في المدينة بتاعتك. عندك ادارة للتأثير السياحة ولا? الترويج السياحة الاقبر انترنت وتكنولوجيا السياحة ولا? احنا عندنا في مصر في تحدي كبير. عندك اكبر قدر من الاثار اللي الناس بتحبها وعندك معابل كتيرة وعندك وعندك لكن ما فيش اهتمام فحنا بنخسر كتير جدا. انه عندنا حد يعرف يدير موضوع السياحة ديها هتنقل نقل تانية كتير جدا. وتقدر تعمل مثلا تخفضات والناس تقدر تيجي بسهولة. التوظيفات. معدل العمالة في صناعة السياحة كل حاجة دي خاصة في السياحة. معدل العمالة والبطالة. تحسين معدل التوظيف. التربط المحلي والعالمي. هل احنا مرتمرين على الوحدات بتاعت الستاندرد اللي موجودة في كل حاجة او لا. اسلوب الشراء. نصيب الفرض بناتج الإقليمي والإجمالي. اتخدام تدابير تكنولوجيا المعلومات. بالنسبة الانتاجية. في قد ايه الدول الأجنبية بتستسمر. وفي قد ايه السسمار داخلي. تحليل التكليف والفوائد. الناتج المحلي الإجمالي لكل شخص عامل. عندك خطط للتنمية الاقتصادية ولا ماشية بالبركة. مرون سوء العمل. هل الناس كل الناس اللي لسه يتخرج من الجامعة تقولك. او احنا هتمان الشغل. هو في فرصة ناحية الشغال. فهل في فرصة الناس تحصل على وظيفك دي ولا لا. المرونة اللي بتاح التكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تدابير لتحسين الوصول لسوق السعودية. يعني السوق السوق العمل. السعودية دولة تعمل اكتر من موقع بحيث انها تقدر توظف كل ناس السعوديين. او اللي موجود السعودية. لكن تركيز طبعا على السعودية. موقع كتيرة بيقولك دخل الرقم القومي ويبدأ ان هو يدور لك ويدفر لك فرصة عامل. انت اثرت عندك الاثار الاقتصادية ويتخاطط اتضارة المخاطر. بالنسبة بقى للناس. ان يبقى فيه تدريب وتوعية بفوايد المدينة الزاكية وتكونولوجيا للمعلومات. وزي ان هما يستفادوا منها. فتخيل مسلا ان عندك في شرط المرور في الضرار عشان يدي دق اخضر بحيث ان الناس تقدر تعدى. لكن الناس مش مهتمية بالضرار دوت سواء هي متعرفوش او مش من دالو اهمية. فكده كانوا مش موجود. فيه في توعية بفوايد المدينة الزاكية. تطبيق تكنولوجيا المعلومات ومنصات التحليل والتعليم الالكتروني. اهمية الاهمية كمركز المعرفة. هل انت مؤثر ولا انت بس يعني. اغلب ناس بتهلك الالعاب ما فيش حد بيعمل برامج عندك. نسبة الطلاب والمدرسين. نسبة العملين في القطاع التعليم العالي. مهارات تكنولوجيا المعلومات. سرعة الانترنت اللي عندك. الناس عايزة تتعامل مع الدول البرة. وعايزة بتعمل برامج. وهل في امكانية ان انا اشتري بالفيزيا. هل امكانية ان انا اوجر حاجة من خلال الانترنت. بنفتاح موقف السكان من اجانب. هل في عنصرية ولا بتعامل معهم باحترام ولا بتعامل معهم بشكل سيء. هل في البيئة الطبيعية والصديقة البيئة. الرؤية والكيادة. في استراتيجية لتعميم تخصيص الموضن زكية ولا تركيز بنحن نعمل شوق كبير وخلاص. الخبرة في تطهول التكنولوجيا. خريطة لتصور المدينة الزكية. الكيادة مرتزمة ببرامج المدن ولا كل يوم بشكل. لو تغير الرئيس كل خطة طارد. خطة واستراتيجيات مراجبة الاداء. الحوكمة او خطة واستخدام حول الزكية. هل في استراتيجيات لتغلب على الحواجز والانظمة والتنظيمية الاترق القانونية والتنظيمية لخصصية المستهلك. لو المستهلك الشاكة من حاجة. هل القانون بيقف معايا ولا لا. قوانين ولا واحد تخطية المدن الزكية. هل في قوانين ولا مفيش. المشاركة اللي اتخاذ القرار. الترابط الديناميكي مع المواطنين والمجتمعات والشركات. اشياء فيها. هل احنا عارفين الدولة بفكر فيه ولا بنفجأ ان دولة نزلت قرار وباعت حيطة ارض. وهتعمل مشروع جديد. هل منحقنا ان احنا نسأل الكيادة واللي هو بس مجرد مجلس شعب وشورة. مالوش اي لازمة. مؤشرات الفساد وتدابير محاربة الفساد. بالمسبق كان فيه اوبنستريتماب كان عاملوا حاجة ان انت مثلا في المدينة بتاحتك. لما تدخل فيه تطبيق كده بيقى فيه زرورين. اخضر واحمر. لو راح تقيحت حكومية ولايت فيه رشوة تدوس احمر. فتروح عند الكهداء والمحافظين والمسؤولين والناس كلها تعرف ان المكان ده ناس كتيرة بتقول ان فيه رشوة. لو المكان كويس بتقول اخضر. ده خلى فيه مرأبة. رغم ان هو الموضوع مش متبنى من الدولة لكن بقى فيه مرأبة وناس كتيرة بدأت خاف انها هتاخد رشوة. الخدمات العامة هات فيه منصة متكاملة اللي اقدر احصل عليها داتا اعيزها. او درنامى اعمل دفع الالكتروني بالجوال. الانتخابات ممكن تتعامل من خلال الانترنت والنقابات وكذلك كل حالة الدار من خلال الانترنت. المجاركة المعلومات هيكة المشترك الحوكمة. قابلية التشغيل بايني بانزمة الحضرية والانزمة الفرعية. انهم يتعاونوا مع بعض. البيئة. في المواطن بيشارك في ادارة البيئة وليه رأيي ممكن نعترض على ان الشجرة تتعفى فعلا ما تتدعش عنشرة حماية البيئة والنظام البيئي. ادارة الموارد الطبيعية والمستدامة. اتحى التكنوليش المعلومات والاتصالات السلكية ولا سلكية. البنية التحتية. البنية الاستيال الحيوية وانتاج الغزائل المحلي هل هو متاح ولا احنا بنستورد. البيئة المبنية. حفاظ على البنية التاريخية. يعني لو انت بش تحفظ على مدن التاريخية. يبدأ انت كده لا يمكن تقول على نسك مدهة زكية. يعني الهند. احنا هنعمل ودي سيلكم في كل مدن الهند. لو ان اغلب المدن دي مدن قديمة فقالك خلاص مفيش حيط هتهد. هنحافظ عليها ونحافظ على المباني التاريخية. انما لما يكون في هاكم او محافظ او اي مسؤول بيهد في المباني التاريخية. يعني بس يعني غير من نشتيم كل واحد يلعج جهاز ما اللي في رجله ويدربه بيها بس. المواد اللي احنا ببنعمل لها عادة تدوير ومتجددة في المشاريع. كفاءة استخدام المواد. احتواز زحف العمراني. يبقى عندك معيير كفاءة ادارة الطاقة. موارد المياه. احنا بنراقب المياه وفقدانها وتقليلها. وما ينفعش حد يبني حاجة تبنع عندنا المياه او يتحكم فيها. استخدام عدات المواد الزكية. جودة الموارد المائية. خطة رساس ادارة المياه. استخدام اجراءات تكنولوجيا لمعلومات والاتصالات. مصدر الطاقة. يبقى فيه شبكات ذكية بترائب وتقدر انها تكتشف. اذا كان فيه سلاكة اكتر في مكان معين. ادارة الطاقة بكفاءة. موثوكية وجود تزويد بالطاقة. النفاية. ازاي نحن نعدي استخدامها بشكل قوي. ممكن احنا نعمل لها معالجة او نروي بيع الاشجار. المية بتاعت الامطار دي مش عايزين بتشكل كارسف. بالعكس ده هدية من عند ربنا نجمحها ونسبب منها. ازاي نحن النفاية دي عندنا تدوير لها. في دول بتشري النفاية دي عشان بتحولها لكنوز. انها تقدر انها تستخدمها تاني. الجودة البيئية تلوث التربة والتلوث السامعي والتلوث المية. احنا عندنا مراقبة لها ونحاول ان احنا نحسينها ولقا. في منصة بوابة البيانات مفتوحة. في موقع في كل الديتا من اي مكان تقدر تدخل وتشوف المعنوات. دخلتنا بكده على موضم في بريطانيا. موفر كل الديتا اللي انت ممكن تحتاجها. اللي لا ما كان خضراء اللي لا ما كان حصل فيها. حرايق اللي لا ما كان اللي فيها زحمة وهكذا. ان انت دار تجمع الديتا كلها والاستشعار ذاتي في الوقت الحقيقي. التحكم والتحلات ودارة البيانات. بتتفعل مع المواطنين ولا لا? صنع القرار في المؤسساتة. هل بيسأل المواطنين ولا لا? اتخاذ القرارات الحكومية بناء على البيانات ولا دلة? هل احنا التعليم بيتطور كل شوية ولا زي ما هو? التناكل والتواصل. يبقى فيه خلامة مشاركة السيارات والدرجات. نظام النقل العام. عدد شحن بحطات المركبات الكهربائية. وصوت النقل الاخضر. ادارة الشارع الزكية. فيه انارة كتير جدا لكن في الناس ماشي فيها. لو شارع ما فيش حد ماشي فيه او خلاص كلها تتفي وما فيش حاسمها تكون ايدة الصبح. ادارة النقل. نحدد من الضحايا والوفيات والحوادث. يبقى عندنا النزام لسياسة الاسعار. معلومات فقط الحقيقة هي لخدامة النقل ومواقف السيارات. تبقى واقف وعرف ان الانتوبيس جاي كمان عشر دقيق. لو فيه تخيير يبعث لك خاتو اخر قمز زي عشان تقدر تاخد قرار تاخد تاكسي ولا تستنى. ادارة تكنولوجيا المعلومات. ويكون عندك جودة خدمة التنترنت. البيئة التحتيجة للصالات السلكية والمعلوماتية. امكانية الاصول للتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات. يكون في واي فاي مثلا في الاماكن العامة. سهل توصل للبنية تحتية. يكون مساء الدخل متناسب. احنا بنلاقي ناس الدخل بتاعها قد واحد تاني مليون مرة في مصر. يعني الموضوع صعب. يكون عندنا حماية حقوق الانسان. كل اهونيا امام القانون.. الثقافة. حماية التراث الثقافي. وبعد كده حماية التراث الثقافي. وبعد كده حماية الثقافي. جودة السكن ونفقات السكن. تمسك الاجتماعي. تمسك المجتمع. الهايك الديمغرافي. بنظيمة تهوعية المدنية. الحاجات الحاجات الصحية بقى عندك تأمين صح هنا في قدر على الصحية اي حد يمرض يروح للمستشفى يتعالج على طول نفسي حاسمها لازم يتفع فلوس قبل ما يدخل وقت الاستجابة لقسم شرط الطارق يعني لما تحصل حاجة وتصل في خلال ثلاث دقائق لازم الصحية تكون عندك في البيت اكتر من كده يبقى استهبات قبل وسلمة الافراد الخسارة الاقتصادية الرفاهية الشخصية هل الشعب راضي عن الحقيقة ولا لا وزيادة رضا الموظفين عن طريق التكنولوجيا والمعنوات والالسابقة لو عندك حاجة اكتر يريد اكتبالنا في التعليقات